موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحم الله ياسر عرفات الذكرى الثامنة عشرة لاغتيال قائد الشعب الفلسطيني الخالد الشهيد ياسر عرفات في هذه الذكرى خرجت تصريحات جديدة تنمو عن أدلة إضافية على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس متورط باغتيال ياسر عرفات لنأتي إلى المرحلة التي اغتيل فيها ياسر عرفات المرحلية كانت مرحلة تسوية تعرضها الإدارة الأمريكية الحزب الديمقراطي برئاسة بيلي تلينتون تعرض على ياسر عرفات لأن القدس لم تكن ضمن الصفقة لم يستطع ياسر عرفات أن يوقعها أو يوافق عليها مشترطا موافقة السعودية ومصر طبعا السعودية ومصر قالوا له نحن نوافق على ما توافق أنت عليه لم يستطع بالمختصر ياسر عرفات أن يتوصل مع إيهود براك الذي كان في حينه رئيسا للحكومة الإسرائيلية لم يستطع أن يتوصل إلى اتفاق عاد إلى فلسطين وانطلقت ما تسمى بانتفاضة القدس وهي كانت الانتفاضة الثالثة خلال هذه الانتفاضة تغيرت الحكومة الإسرائيلية وجاء ريال شارون رئيسا للحكومة وحاصر ريال شارون المقاطعة التي يقيم فيها ياسر عرفات وبدأت الجرافات الإسرائيلية تهدم في مباني المقاطعة رويدا رويدا وصولا إلى الغرفة التي يقيم فيها ياسر عرفات أمام وسائل الإعلام وأمام الضجة الدولية التي حصلت وأمام كل ذلك لم يستطع شارون أن يقتل ياسر عرفات بهذه الطريقة العلنية المعلنة فاستعانى بالموساد الإسرائيلي وبأصدقاء دولة إسرائيل الذي حصل في الكواليس تحدثت عنه أنا في حلقة سابقة سوف أختصره اليوم بالأدلة والبراهين يعني عندما يخرج علينا وزير خارجية قطر السابق ورئيس حكومتها السابق حمد بن جاسم واسع النفوذ في قطر لا زال حتى الآن وواسع النفوذ في حينه ليس في قطر وحدها بل في عدد من الدول العربية خصوصا الدول التي فيها نشاط لتنظيم الإخوان المسلمين لأن قطر احتضنت هذا التنظيم وكانت لا زالت تحتضن هذا التنظيم حتى اليوم وكانت تحتضن هذا التنظيم بذروة احتضانها لتنظيم الإخوان المسلمين في تلك الفترة فترة استشهاد ياسر عرفات أعني عام 2004 في مثل هذا اليوم يقول حمد بن جاسم وأنا نشرت بالصوت والصورة ما قاله في الحلقة التي تحدثت فيها عن تورط قطر في اغتيال ياسر عرفات يقول حمد بن جاسم كنا مجتمعين مع الإسرائيليين المساد الإسرائيلي في مكتبي وجاء من يدخل علينا ويقول انتهى لداعي للمؤامرة رتبنا الموضوع وتوقف عن كلمة مؤامرة ثم كررها مؤامرة نعم كانوا يحكونا مؤامرة هذا ما يعترف به بعظمة لسانه وزير خارجية قطر أنا أضفت تحليلا في حينه على كلام وزير خارجية قطر المسجل والموجود في اليوتيوب وموجود لزالة حتى الآن ولا أحد يسأل ولا أحد يحاكم ولا أحد يستفسر ولا أحد يدافع عن دماء ياسر عرفات إذا كان الشعب الفلسطيني غير قادر على الدفاع عن دماء ياسر عرفات فهو غير قادر على الدفاع عن قضيته دماء ياسر عرفات برقبة كل فلسطيني شريف برقبة كل عربي شريف برقبة كل حر في هذا العالم لم يسأله أحد بعد هذا الكلام كانوا على علم باغتيال ياسر عرفات كانوا على علم بالمؤامرة التي تحاك من أجل اغتيال ياسر عرفات هذا ما اعترف به هذا ما قاله وزير خارجية قطر حمد بن جاسب الثاني هذا ما قاله بعظمة لسانه يا جماعة طيب أنا استطردت حينها وعلقت على هذه الحلقة وقلت من هم أصدقاء قطر في الساحة الفلسطينية يعني هو حدد أصدقاؤه في الساحة الإسرائيلية وقال المساد الإسرائيلي طيب من هم أصدقاء قطر في الساحة الفلسطينية معروف حركة حماس ولكن حركة حماس في ذلك الوقت غير موجودة في محيط ياسر عرفات حركة حماس في ذلك الوقت غير موجودة في الدائرة الصغرى لياسر عرفات غير موجودة في المقاطعة التي يقيم فيها ياسر عرفات من هو الموجود من أصدقاء قطر في هذه الدائرة الصغرى في هذه المقاطعة هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمود عباس أصلاً كان يعمل في قطر قبل انطلاق الثورة الفلسطينية كان موظفاً كبيراً في وزارة التربية والتعليم على ما أظن وهو يحمل الجنسية القطرية أولاده يحملون الجنسية القطرية أحفاده يحملون الجنسية القطرية الآن الاستثمارات الخاصة بمحمود عباس وعائلته في قطر استثمارات كبيرة معروفة حتى أن محمود عباس سلم قطاع غزة لحماس بصفقة مع قطر ومن خلال قطر هي صفقة أمريكية لعبت قطر دوراً تنفيذياً فيها هذا أيضاً ما اعترف به حمد بن جاسم في مقابلاته التي أجراها والموجودة على يوتيوب موجودة لمن يتابع موجودة كل الأدلة والبراهين موجودة اليوم ما هو الجديد؟ الجديد أن المستشار السياسي للرئيس ياسر عرفات رحمه الله بسام أبو شريف شخصية فلسطينية مرموقة ومعروفة وفعلاً كان هو مستشار سياسياً لأبو عمار في الفترة التي استشهد فيها ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول لقد منعوا الطبيب الخاص ياسر عرفات بمرافقته في الطائرة ويقول إن محمود عباس قال للأمريكيين لا داعي لاغتيال ياسر عرفات الآن علينا أولاً أن نسحب منه الصلاحيات السياسية والإدارية ويقول بالسلام أبو شريف أيضاً بأن ياسر عرفات وشارون لطالما كانا يتوش وشان ولطالما شك محمود عباس من أن ياسر عرفات هو الذي يعرق العملية السلام وبأننا يجب أن نتخلص منه وبأننا ننتظر منكم أن ترشدون عن الطريقة التي يجب أن نتخلص فيها من ياسر عرفات في المقابل ماذا يقول أيضاً السيد بسام أبو شريف يقول أن ياسر عرفات في الأشهر الأخيرة قبل وفاته كان يسمي محمود عباس كرزاي فلسطين أي كان يتهمه بالخيانة وكان لا يحب أن يتعامل معه وقد فرض الأمريكيون على ياسر عرفات أن يعين محمود عباس رئيساً للحكومة وأن يعطيه صلاحيات سياسية وإدارية في الحكومة الفلسطينية فرضوا على ياسر عرفات فرضاً هذا الأمر أمام كل هذا يا أخي بسام أبو شريف مقيم بالضفة الغربية بسام أبو شريف ليس طفلاً شخصية معروفة هو مستشار سابق للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يتهم محمود عباس بالتورط في اغتيال ياسر عرفات ولجنة التحقيق تعمل منذ ثمانية عشر عاماً كأنها تحقق في حادث سير بسريلانكا يعني هاي وثائق توفيق التراوي الذي كان مسؤولاً عن لجنة التحقيق نشرت وقرأتها كلها شيء مضحك شيء مضحك مبكي شيء مخزي هكذا يتم التحقيق باغتيال ياسر عرفات منذ ثمانية عشر عاماً وأنتم تتلاعبون بمصير التحقيق حتى ناصر القدوة ماذا تفعل يا ناصر القدوة أمام هذه المسألة ماذا تفعل أليس الدماء ياسر عرفات برقبتك أنت أيضاً أنت من من أصحاب الدم ولك حق الدم لماذا لا تثير الموضوع أمام القضاء الفلسطيني تفضلوا حققوا مع بسامة مشريف من أين جاء بهذه المعلومات من أين جاء بهذه الشهادة هل استدعاه أحد ليأخذ شهادته من لجة التحقيق لماذا لم يستدعي أحد لماذا اضطر لتقديم شهادته في وسائل الإعلام تفضلوا إسألوا محمود عباس عن دوره في اغتيال ياسر عرفات حققوا معه تفضلوا أين القضاء الفلسطيني أين هي لجنة التحقيق المزعومة بقيادة الطراوي الطراوي قدر استقالته ويقال بأنه فر من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد نشر وثائق التحقيق وثائق التحقيق لا تدين الطراوي لكنها تدين محمود عباس وقد خشي الطراوي من أن يتخذ محمود عباس قرارا باعتقاله أو باغتياله هذه هي الحقيقة قطر حققت من خلال قناة الجزيرة والاغتيال البيولوجي والمكيماوي والمشعار وكل هذا الكلام من أجل التغطية على دور قطر والتغطية على دور محمود عباس تفضلوا حتى زوجة الرئيس الفلسطيني ياسر العرفات لطالما قالت لدي أسرار لو تكلمت لحصل لماذا لا تتكلمين تنتظرين ماذا تنتظرين ماذا أليس من حق ياسر العرفات علينا أن ننحر ونحزن ونشعر بالقهر نتيجة هذه المعاملة التي عملت فيها قضية ياسر العرفات بعد رحيله أليس من حقنا كشعب فلسطيني أن نعرف الحقيقة تقولون كل شيء تزدون على إسرائيل نعم إسرائيل مشاركة ربما مشاركة بتقديم المادة الملازمة أو اللازمة لتسليم ياسر العرفات لكن من الذي نفذ من الذي تآمر مع إسرائيل حتى تنفذ الدور القطري واضح دور محمود عباس واضح لماذا لا أحد يحاكم هؤلاء لماذا لا أحد يحاكم هؤلاء نحن في المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان هنا في بريطانيا سوف نعمل على تشكيل ملف خاص باغتيال ياسر العرفات ونقدمه أمام القضاء البريطاني كما نفعل بقضية وعد بلفور تماما كما نطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار من الشعب الفلسطيني على خلفية وعد بلفور سنثير قضية اغتيال ياسر العرفات أمام المحاكم البريطانية ونشير للمتورطين من فرنسا إلى تل أبيب إلى محمود عباس إلى كل المتورطين من قطر وغير قطر في هذه القضية يجب أن يحاكموا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته